كريم أخوي أنا مستفاد منحة البطالة وبغير روح الأوروبا أسكن أقدر؟ شحال تخلص منحة البطالة؟ مليون وخمسمية مليون ونصف؟ مش حال عندك من يبديد تستفاد منحة البطالة هذي؟ صافي عام عام؟ وعندك سيجيل تجاري ولا بطاقة تحيرة فيه؟ لا ما عنديش هل خرجت من البلاد مقبال ديجا ولا عمرك؟ جامي هل عندك واحد في الدار ما بين الأب نتاعك ولا الأم ولا الأخ ولا الأخت خدام ولا عدا شهرية؟ وي عندي أخوية خدام فاش خدام الأخ تاعك؟ في التعليم وش حال يخلص شهريا؟ فوق ثلث مليل وخمسمية يعني يخلص قل من ربع ملايين؟ ها وانت وين بغيرت راح في أوروبا تحديدا؟ سواء إسبانيا سواء فرنسا ولا حتى الكندا يعني انت يو قد ينهضروا مع الكاميرا ديراكتوا مع الناس بش يفهمونا بصوكين بزاف ناس عندهم الحالة نتاعك السلام عليكم إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير اليوم الحالة أخونا أمين بطال يخلص مليون ونص وعمره مخرج ومعنده لا سجل تجاري لبطاقة حرافي وبغي يروح الأوروبا بالتحديد دول منطقة شنغن ولا بريطانيا ولا كندا باش نكون صريح معك الأخ آمين ومع الناس اللي عندها نفس الوضعية انتاعك هاد الحالة ما تقدرش دير ضموان فيزا لكندا ولا إسبانيا ولا أي دولة في منطقة شنغن بحكم أنه ما عندك شميلة وكين نحلول باش نفهمك غاية روحوا نجمعوا ندواد واقب نعم نجمعوا نكملوا بس على شيرسين ختمت لها بريزون شارج وراح لتركيا الأخ آمين يعتبر بطال يعني يخلص مليون ونصف على البطال ما عنده لا سجل تجاري لا بطاقة حرافي لأولو يعني بطال البطال ما عنده شميلة وفي الفيزات على تركيا تقدر دير كفالة والفيزا تكون مقبولة بالنسبة لك بس كو تركيا تعتبر من أسهل الفيزات في العالم خصوصا للجزائريين يعني ما ركش خدام كما الأخ ياسين عمرها مخدم مالي الزياد مخدمش دار بريزون شارج على الأخ انتاعه وعطوه الفيزا ومام آمين تايا تقدر دير بريزون شارج تقدر دير كفالة على الأخ تاعك ولا الأخت ولا الأم ولا الأخ ولا الأب عفن وتتحصل على الفيزا بشرط الكافير يكون خدم يعني ما جايش بطال يدير كفالة لبطال هذه نقطة أما بالنسبة للكفالة بريزون شارج وتدفع لزبانيا ولا فرنسا ولا أي دولة من دول شنغن ولا كندا كينو كنين تايا آمين تقدر تقول عليها غير مقبولة في حالة ما كنت عادة تقرأ كتف الجامعة على سبيل المثال والكفيل انتاعك عندها خلصة مليحة يعني فوق الخمسة ملايين تم يكون عندك حضود نوعا ما باش تتحصل على الفيزا لكن ما هيش مضمونة آسون بورسو ما هيش مضمونة مئة بالمئة في أي قطاع يخدم الكفيل انتاعك يعني الأخ انتاعك قطاع تربية وشحال يخلص شهريين تلت ملايين ونص كما في الحالة تاع آمين اللي عندها أخوه يخلص تلت ملايين ونص يقدير يدير لها كفالة بريزون شارج باش يدفع لتوركيا ومقبولة لكن بالنسبة باش يدير لها كفالة باش يدفع لسبانيا ولا كندا تقدير تقل عليها غير مقبولة علاش تلت ملايين ونص قليلة لكن كان جاء أخوه يخلص تلت ملايين ونص قليلة عندها حضود باش يتحصل على الفيزا وما يقري هو ما راش يقري يعني ما اكتقلها يعني الشهرية كما قلنا أخوتي تلعب دور ذلك الإنسان نديره على سبيل المثال خطينا من كفالة نديره للموظف الموظفي يكون يخلص تلت ملايين ولا 4 ملايين مش كما موظفي يخلص 10 ملايين ولا 12 مليون بينما بالإنسان اللي يخلص 10 ملايين ولا 12 مليون عندها حضوط أكثر من الإنسان اللي يخلص 8 ملايين ولا 4 ملايين هذي ما فيها اش كلام دورك قولي اسكو كاين حل يعني حل باش تروح للإسبانيا مثلا الحل بالنسبة للأخ آمين أنه يفتح سيجيل تجاري ويصبر لمدة عام يخلص ليزانبو ويخلص لسيرونس انتاعه يحط درام ما بين الدين أو الأورو يعني يكون كاين تحركت في الحساب انتاعه ميقعدش للحساب التاعه فارغ ويقدم على الفيزا يعني بصفتك تاجر رك ديجا مؤهل باش تدير دوموند فيزا وان شاء الله تحصل عليها علاش الله عكس البطال البطال اللي ما عنده اشتحق باش يدير دوموند فيزا هذي الحقيقة خوتي بس كنت كبطال وغادي تدير دوموند فيزا سياحية وغادي شي قبلك لدوموندن تاعك بس كو يقول لك انتا رك باغي تجاعد نسبانيا على سبيل المثال دير سياح يعني لازم تكون خدام في بلادك وعندك اموال كافية تغطي صفارك كي تكون عندك سجيل تجاري تبيلهم باللي رك تاجر في البلاد وعندك درام لكن كبطال ورام الدرام اللي عندك فهمتني فهمتك ايه ان شاء الله خوتي تكون لحقة المعلومة وما هيش حاجة كبيرة ولا تفتح سجل تجاري بربعة مئة الف تمشي تخلص في البلاد منك مئة الف ولا مئة وخمسين الف يعني الريجيست كوميرس سجل تجاري كومبلي ينقام لك خمسمائة الف ولا ستمائة الف ومشي شرط صح يكون عندك محل ومشي شرط يكون عندك لوكال تمشي تدير عقل مع انسان تدير سجل تجاري تجارة إلكترونية ولا سجل تجاري تنقل بالتجزئة يعني تدير سجل تجاري لما يضمون ديش لوكال لما يضمون ديش تصدع على الراس تقاردك العام تستنى مدة عام تخلص لزامبولا ستحضرها في الدينة والأورو ويمن عاش ان شاء الله تكونوا فتناكم السلام عليكم